موسيقى هادئة في أجواء الطبيعة في إيرلندا مع هذا البرد يعني برد قارس لكن الموسيقى هادئة تنفع للمتسوقين الخبر التسوق في المتاجر بالفعل مشاهدين لن نتعد كثيرا عن الفنون لكن هذه المرة كتابات الخط العربي حاضرة معنا في المساجد التي كانت مصدر إلهام كبير للخطات والأسير المحرر الأردني عبد الرحمن مرعي بعد فترة من ممارسة هواية الخط طور الخطات الأردني أدواته في إتقان الخط العربي واليوم يبرع فيه ويسخره لخدمة الحدث المونديالي نتابع أنبت الأحرار أشرق الأنوار منتدى السهدد وحبار دمت منتدى وحبار ما اشتك الأوطار للعلاع النوار في الأكل جنان جكرا كل رسال في الروحي في الجسدي هبّة فتاك لبّى ندار فيها مميوة لدمها وكترم ونار لإخوتي هيا للأولى سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعر الله أرغب الملك وينضم إلينا من معرضي في مدينة الزرقاء بالأردن الفنان التشكيلي عبد الرحمن مرعي صباح الخير وأهلا وسهلا بك في الجزيرة هذا الصباح صباح الخير أستاذ إلينا صباح الخير أستاذ خالد وجميع المشاهدين أهلا بكم صباح النور سعداء بوجودك معنا في الجزيرة هذا الصباح كنا نستمع إلى النشيد الوطني المغربي مع رسم الخريطة هذه الفكرة كيف جاءتك وكيف طوعت هذه الموهبة بالنشيد الوطني لكل دولة أو لأي دولة تختارها ومع رسم الخريطة في البداية بدها نوع من التشبع في الخط العربي إتقان كبير يحتاجه الفنان ليتقن الحروف حتى تكون اللوحة في النهاية مقروعة ورصينة والتوزيع يكون من الأول للآخر متناسق هي نوع من التوزيع اللي بيكون على مدى وقت طويل من التجربة والمحاولات حتى يعني تحصل النتيجة النهائية بهذه الطريقة والتترب على الخارطة مرة ومرتين وثلاثة وبالنهاية حتى لما يصير فيه التصوير هذا اللي موجود في الفيديو يكون متقن والخارطة تطلع بحدودها الصحيحة وبهذا الإتقان ومن دون وجود سكتش يعني موجود على الورقة لأنه اللوحة تكون كتبة مرة ومرتين وثلاثة يعني تم التدريب عليها بشكل كافي لو عدنا إلى الوراء قليلا لو حدثنا عن معنى الخط العربي بالنسبة لك سمعنا أن هناك قصة شخصية اقترنة بتجربة مع مرض السرطان حدثنا أكثر عن مدى ارتباط الخط العربي بمسألة شخصية بحتة في حياتك أنا مجالي في المجال الطبي تخصصي وتخصص في جبائر الأطفال لكن كنت في فترة علاجي من المرض قبل عشر سنوات تقريبا كنت في طريح الفراش وكان السرطان في مكان يمنعني من الحديث حتى أو الحركة الكثيرة وممنوع إدخال كثير من الأمور في المستشفى فكان لدي كثير من الرغبة في تعلم الفنون منذ صغر فما أصبح منها متاح إلا الذي يكتب بالقلم والورقة وهذا شيء يسير فكنت على سرير الشفاء أكتب وأخط ومن يحبني كان يأتيني بهدايا من هذا النوع فتطورت عندي ملكة الخط العربي وتقليد اللوحات والجماليات هذه وأنا في هذا المكان وكان نوع من التفريغ ونوع من الجمالي يعني أي نوع مسموع أو مشاهد أو مقروء يعني فيه نوع من تفريغ المشاعر الإنسانية من خلال هذه الفنون وكان نوع من المواسالي في هذه التجربة ولاحقا صرت يعني فعلا أعبر عن الأعمال أعبر عن مشاعري لأصدقائي ولأهلي ولعائلتي ولمن أعرف بلوحات في الخط العربي في المناسبات وأصبحت لاحقا تطلب مني فهذه الأعمال ففعلا الخط العربي كان متنفس ويعني أداة ممتازة للتعبير والتفريغ المشاعر تجربة قوية كذلك فيها قوتك وفيها هذا الثبات أيضا وتشاهدنا هذا الجمال بتجسيد هذه الخرائط سنشاهد الآن مع النموذج آخر نموذجا آخر لأعمالك لخريطة أخرى ونعود للحديث معك نعم ستبقى حرة تنتسمو بروح الأوفياء سيروا على ناجدنا سير وعلى ضيار الأنبياء ستبقى حرة تنتسمو بروح الأوفياء حرة تنتسمو بروح الأوفياء جميل جدا خارطة قطر وطبعا قطر المرتبطة بالمونجل وهذا الحدث العالمي خالد ونرى أن كل فنان حاول تسليط الضوء من خلال فنه على هذا المونجل وفي هذا الإطار كيف صلت عبد الرحمن برعي الأضواء على هذا المونجل كيف شارك من خلال إبداعاته السؤال لعبد الرحمن عن مشاركتك بالمونجل من خلال الخط وما تقوم بتقديمه من هذا الفن الخط العربي حصل شيء مختلف في هذا المونجل لا يخفى على الجميع بأنه الحمد لله أول مرة تكون دولة عربية منظمة له وقطر يعني أعادت للجمهور العربي الثقة والاعتزاز بالثقة يعني موجود في الهوية العمرانية في دولة عصرية وأيضا تعتز بثقافتها الخطوط منتشرة في الشوارع وكذا فالناس كلها أصبحت تعتز بالأغنية العربية بالحرف العربي لأنه رأينا هذا في نموذج يحتذا به في قطر أنا حالي حال أي فنان فعلا تفعلت مع هذا بشكل كبير جدا رأينا في البداية كيف لوحة المغرب مثلا يعني سمعنا نشيد الجمهور المغربي في افتتاح كل مباراة يشارك فيها المغرب بالنشيد الوطني يعني شيء يعني يحرك فينا شعور العروبة وشعور إخوتنا العرب في مختلف الأقطار فعبرنا عنها بهذه المعاني يعني شاركناهم فرحتهم شاركناهم يعني يعني هذه المشاعر الجميلة ونفذنا الأعمال لجميع الدول العربية التي شاركت في المونديال وغيرها من الدول وأيضا مثلا مثل القطر المستضيفة بالمناسبة يعني نذكر عن الخط العربي وقطر 18 ديسمبر هو يوم الخط العربي العالمي وهو أيضا أو يوم اللغة العربية العالمي وهو ذاته يوم الوطني القطري وهو قريب يعني بعد أيام فأحببنا أن نعبر أيضا عن هذه المشاعر نرى أيضا خارطة فلسطين حاضرة فضولا لو أطلعتنا على محتوى هذا الخط العربي ما الذي تكتبه لتنتج هذه الرسائل هل هو له علاقة بالبلد التي تقوم بعمل الخارطة من خلال الخط العربي أم مجرد كتابات أخرى هذا المشروع شخصي هو معرض شخصي أقوم به حاليا يعني المكان ضيق لا يتسع لعرض جميع الخرائط إنما كثير من المناسبات التي يعني أو الطلبات الخاصة التي تصلني عن طريق مشروعي الصغير مداد يكون للتعبير عن مناسبة وطنية أو للإهداء أو الناس تحب أن تقتني شيء يعبر عن حب وطنها في المنزل لكن هذا المشروع الذي هو توفيقي للخرائط وتنفيذ لها بشكل كامل هو مشروع شخصي أقوم به الآن مثلا لوحة فلسطين لها معرض مستقل يعني نفذناه مسبقا في دولة ولكن ما المكتوب داخل اللوحة؟ يعني في عشرات القصائد هذه اللوحة مثلا ممكن نستعرض لكم هنا مثلا عن طريق الكيو أر كود هي قصيدة قصيدة هي غنية لا تسال عن سلامته روحه فوق راحته في هذا المحتوى ذات اسمه إلى آخر القصيدة تتشكل بشكل كامل طبعا هنا الكيو أر كود نفذناه مع كل لوحة حتى يتسنى لمن يزور المكان أن يعني يشاهد العمل ويرى المحتوى في كل لوحة ويتعرف عليه بشكل كبير ويعيش هذا الإبداع يعني كلمات القصائد من ذهب الفكرة من ذهب خريطة البلاد العربية وحتى النشيد الوطني أيضا كلماتنا من ذهب وخطوك من ذهب شكرا لك على وجدك معنا في الجزيرة هذا الصباح عبد الرحمن مرعي من الأردن الفنان التشكيلي شكرا لك